الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فإن الدنيا ليست بدار البقاء وليست بدار النعيم والقد طبعت على الأكتار والمصائب وما من عبد مهما علت منزلته إلا ويصيبه فيها شيء من المصائب وقد جاءت النصوص بالأمر بالصبر والرضا عن الله في أقداره كما جاءت النصوص بتعزي أهل المصائب بما يكون أكبر من مصائبهم ليكون هذا مخففا لهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصيب بمصيبة فليتذكر مصيبته بي فإن مصيبتنا بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة ولذا علينا أن نعرف مقدار هذه المصيبة وأن تهون عندنا بقية المصائب عندما نقارن هذه المصائب بتلك المصيبة يقول ابن عباس رضي الله عنهما يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء قال ابن عباس اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه يوم الخميس وكان في البيت رجال منهم عمر بن الخطاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايتني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تظلوا بعده أبدا قال عمر لأصحابه إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله يكفينا فهو حسبنا فاختلفوا فتنازعوا واختصموا وكثر اللغط فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم كتابا لا تظلوا بعده ومنهم من يقول غير ذلك فلما أكثروا اللغط والاختلاف قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا عني لا ينبغي التنازع عند نبي أو قال لا ينبغي التنازع عندي فقالوا له ما له أهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أصبح يتكلم ببعض الكلام غير المفهوم استفهموه فذهبوا يردون على النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه وكان مما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم عند موت بثلاث أخرج المشركين من جزيرة العرب وأجيز الوفد بنحوي ما كنت أجيزهم وقال سليمان والثالثة إما سكت عنها وإما قالها ونسيتها فكان ابن عباس يتأسف أن لم يكتب ذلك الكتاب ويقول الرزية كل الرزية ما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يكتب لهم كتابه لاختلافهم ولغطهم فهذا حديث فيه ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن عباس وهناك حديث آخر ترويه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت رضي الله عنها لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه وثقل عليه بدنه واشتد وجعه استأذن أزواج النبي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه أن يجلس في بيت عائشة ليمرض في ذلك البيت فأذن له قال فحضرت تقول عائشة فحضرت الصلاة فأذن بلال فأتاه بلال يخبره بالصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصلى الناس فقال بلال ومن حوله لا هم ينتظرونك فقال ضعوا لي ماء في المخضب إناء عندهم قال ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أفاق فقال أصلى الناس فقال له لا لم يصلهم ينتظرونك يا رسول الله فقال ضعوا لي ماء في المخضب قالت فقعد فاغتسل فأراد أن يقوم لي يذهب فأغمي عليه فجلس مدة ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أفاق فقال أصلى الناس فقالوا لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال ضعوا لي ماء في المخضب فقعد فاغتسل فلما أراد أن يقوم ويذهب أغمي عليه صلى الله عليه وسلم ثم أفاق فقال أصلى الناس قلنا لا هم ينتظرونك والناس عكوا في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تلك الصلاة صلاة العشاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس قالت عائشة خشيت أن إذا سمع الناس صوت أبي بكر أن يتشاؤموا من أبي بكر فقالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف أي كثير البكاء إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس فإنه يرق وبالتالي لا يسمع الناس صوته من البكاء ولا يقدر على القراءة فمر عمر فليصلي بالناس هل استجاب النبي صلى الله عليه وسلم لطلب عائشة وجعل عمر يصلي بالناس أو استمر في طلبه هذا ما سنأخذه بعد الفاصل إن شاء الله تعالى لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم عجز عن الخروج إلى المسجد وحاول مراراً أن يخرج إلى المسجد فعجز قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فقالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل بكاء وإني أخشى أن يذهب يقرى فيبكي وبالتالي لا يسمع الناس صوته فمر عمر ليصلي بالناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس فأعادت كلامها واعتذارها فأعاد عليها النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة والله لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه وقع في قلبي إلا أنه وقع في قلبي أن الناس لا يحبون رجلاً قاما في مقام النبي صلى الله عليه وسلم ولا كنت أرى أنه يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناس به فأردت أن لا يكون ذلك المعنى متعلقاً بأبي بكر الصديق فذهبت عائشة لحفصة وقالت يا حفصة قولي للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام مقامك لم يسمع الناس صوته من البكاء فمر عمرا فليصلي بالناس ففعلت حفصة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كن لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس فقالت حفصة لعائشة ما كنت ليصيب منك خيراً تقول يعني تكلم علي النبي صلى الله عليه وسلم ووصفني بهذا الوصف نتيجة عملي بالوصية التي قلتي لي فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس فقال أبو بكر وكان رجلاً رقيقاً يا عمر صلي بالناس فقال عمر أنت أحق بذلك فخرج أبو بكر فصلى وصلى تلك الأيام التي فيه مرض النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الأيام وجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة ونشاطاً فخرج لصلاة الظهر يمسكه رجلان تخط رجلاه في الأرض من الوجع أحد هذين الرجلين عباس قال فإذا أبو بكر يا أم الناس فلما سمع أبو بكر حس النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأخر من أجل أن يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بالناس فأهما إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين أجلساني إلى جنبه ثم أتي به حتى أجلس بجوار أبي بكر عن يساره إلى جنبه فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر لأنهم لا يسمعون صوت النبي صلى الله عليه وسلم لضعفه أبو بكر كان يقوم في صلاة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقعد أبو بكر يسمع الناس التكبير والنبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع إلا نفسه وكانت عائشة تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دخل في بيتي واشتد عليه الوجع أمرهم أن يصبوا عليه من سبع قرب تحلى الأوكيتهن قال لعلي أعهد إلى الناس وأجلس في المخضب مخضب لحفصه ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى أصبح يشير إلينا أن قد فعلتن ثم خرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم وهذا الحديث حدث به عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود حدث به ابن عباس رضي الله عنه فقال ابن عباس تدري من هو الرجل الآخر الذي كان يحمل النبي صلى الله عليه وسلم مع علي فقال إنها لم تحدثني ولم تذكر اسم ذلك الرجل قال أتدري من الرجل وأسمت لك الرجل الذي كان يحمل مع علي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت هو العباس قيل لها هو العباس قالت لا قيل لها هو علي بن أبي طالب قالت نعم ولم تذكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت حادثة الإفك كان علي يأمره بفراقها من الحديث التي وردت في هذا ما ذكرته قبل قليل من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدور بين نسائه في الليالي وكان يتعذر عليه ويصعب عليه هذا الانتقال في أيام المرض ولذلك كان يقول أين أنا اليوم أين أنا غدا من أجل أن يستمع إليه نساء فيرخصن له وكان يحرص على أن يكون في بيت عائشة رضي الله عنها وكان يرغب أن يبقى في بيتها لا في ليلتها فقط وإنما في جميع الليالي واستبطأ يوم عائشة فطلب منهم أن يأذنوا له في أن يمرض في بيت عائشة فأذن له أسواجه أن يمكث حيث شاء فكان النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها حتى مات عندها مات في يومها الحقيقي ومات بين سحرها ونحرها مات في بيت عائشة فتوفي في نوبتها وقالت مات بين حاقنتي وذاقنتي ودفن في بيتها قالت ومما اختص به أن الله جمع بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة فإن عبد الرحمن بن أبي بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد أسنته إلى صدري ومع عبد الرحمن بن أبي بكر سواك الرطب يستن به فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السواك فأبده بصرة وكان يحب السواك فقلت قالت عائشة قلت للنبي صلى الله عليه وسلم أخذه لك فأشار برأسه النعم فقالت لعبد الرحمن أعطني هذا السواك عبد الرحمن فأعطاها إياه فأعطت النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يستعمل فإذا هو قوي وضعف عنه فقامت عائشة فلينت ذلك السواك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأخذت وأخذت السواك فقصمته ولفظته وطيبته ثم مضغت ثم أعطته للنبي صلى الله عليه وسلم ليستنى به قالت فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا قط أحسن من ذلك ثم ناولنيها وكان بين يديه ركوة ماء فجعل يدخل يديه في ذلك الماء فيمسح به وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات إن للموت سكرات فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم فرفع يده ثم قال في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى وكانت عائشة قد حدثها النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة وأنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة فلما اشتكى وحضره القبض كانت رأسه على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم غشي عليه وكان هناك امرأة من زوجاته تعوذه بدعائني ذا مرض قالت عائشة فأردت أن أفعل مثل فعلها فذهبت أعوذه فلما أفاق شخص ببصره نحو سقف البيت ثم كان يقول اللهم اغفر لي وارحمني والحقني في الرفيق الأعلى قالت فعلمت أنه اختار الرفيق الأعلى فأخذته بحة شديدة فكان يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين قالت فعلمت أنه خبره الذي أخبر به وقلت بأنه إذا لا يختارنا وعرفت أنه لما قال اللهم الرفيق الأعلى فإنه سيقبض ستقبض روحه وحينئذ مالت يده ثم قضى قالت عائشة فلا أكره شدة الموت فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر خارج المدينة في مكان يقال له السنح وحينئذ جاء عمر للمسجد فكان يقول على صوته والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عمر والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك أنه لا يموت وكنت أقول لهم والله ليبعثنه الله ثم لا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم بينما هم كذلك إذ أقبل أبو بكر الصديق على مسكنه بالسنح ذلك الموطن من المدينة حتى نزل فدخل المسجد فإذا عمر يتكلم فلم يلتفت إليه أبو بكر رضي الله عنه وذهب حتى دخل على عائشة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى مغطى ببرد حبرة يعني مخطط فجاء فكشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أقب عليه فقبله ثم بكى فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله طبت حيا وميتا والله الذي نفسي بيده لا يجمع الله عليك موتتين أبدا أما الموتة التي قد كتب عليك فقد متها وابن عباس يقول بأن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته فأخبر ابن عباس أن أبا بكر رضي الله عنه خرج وعمر يكلم الناس مستمر في إنكار موت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أيها الحالف على رسلك اجلس يا عمر فأبا عمر فقال اجلس فأبا عمر رفض أن يجلس فما كان من أبي بكر الصديق إلا أن تشهد فلما تشهد وبدأ بالخطبة ترك الناس عمر وذهبوا لي أبي بكر حمد الله أبو بكر وأثناء عليه ثم قال أما بعد ألا من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت فإن الله عز وجل يقول إنك ميت وإنهم ميتون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل إن قلبتم على عقابكم قالت قال فوالله كأن الآية لم تنزل إلا في ذلك الوقت حين تلها أبو بكر فتلقاها منه الناس يسمعونها من النبي صلى الله عليه وسلم ويتلون هذه الآية فأصبحوا ينشجون بكاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقط عمر على الأرض حين سمع هذه الآيات تتلى وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات قالت عائشة خطبة عمر لرد المنافقين وخطبة أبي بكر لتبصير الناس بالحق وتعريفهم به فهذا خلاصة ما يتعلق بحادثة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلنا الله وإياكم من الهدات المهتدين هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر